موسيقى الرئيس السيسي يوجه بتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك زل الناسكي يطلب من الناتو مزيدا من الضغط الاقتصادية على روسيا وفرض حظر جويا من خلق بلاده قمة استثنائية لحلف الناتو في بروكسل بحضور الرئيس الأمريكي في الرابع والعشرين من مارس الجانب التاسعة مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى 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 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك مع مراعاة السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيس المخابرات العامة وجه الرئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه وقيم مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعير الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغبائية الأساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغبائية الأسية للدولة وأكدا توفرها بالكمية المناسبة للمواطنين وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار في هذا الإطار وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم ذلك تسعيره على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم من المخابز لضبط السعر مع قيم مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت ممكن وأضف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لتوفير استلع الغذائية منخفضة الأسعار أكذلك توزيع كاراتين رمضان للمواد التموينية عاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيق على رأس وفد من مجلس النواب وقد شهدت الزيارة نشاطا مكثفا للوفد البرلماني المصري تضمن عقد سلسلة من المباحثات الموسعة مع كل من سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت والسيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي وتنولت تلك المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني كما تم استعراض أبرز التطورات الإقليمية والعالمية وسبل تنصيق المواقف المصرية الكويتية في القضايا محل الاهتمام المشترك أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جاء ذلك خلال استقباله وفدا من أعضاء مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وذلك في إطار زيارتهم الحالي لمصر للمشاركة في الاجتماع الثالث للمجلس وخلال اللقاء شدد مدبولي على أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء العرب والأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تدعيات كورونا والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والأنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع عدد من مقاتل قوات حرس الحدود وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتل حرس الحدود التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتل قوات حرس الحدود والذي يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عماد اليماني قائد قوات حرس الحدود والتي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية كما أكد أن رجال حرس الحدود يواصلون العمل ليل نهار ويبذلون الغالية والنفيسة من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي حرس الحدود كما أشاد بالجهد الذي يبذله رجال حرس الحدود في التصدي بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود كما أدار حوارا مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع بالمنطقة والتحديات المطروحة على السحتين الإقليمية والدولية وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمي حدود الوطن وتصون مقدساته وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها فضلا عن نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 98 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 2633 طن مواد غذائية وبناء و11040 عبوبة زيت وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 165 طن سلع غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يزيد على 26 طن دقيق مدعم وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد على 2245 طن وتم في مجال حجب مواد البناء ضبط 196 طن حديد تسليح تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصناعية وذلك لتوفير احتياجات البيت المصري بأسعار مخفضة تصل إلى 60% وذلك بمناسبة كرب حلول شهر رمضان المبارك أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض في بعض السلع إلى 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتستمر فعليتها على مدار شهر وتأتي تلك المرحلة من المبادرة في ظل متغيرات دولية وإقليمية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين وهو الهدف من المبادرة أنا عايزة أشكر سيادة الرئيس على الحاجات الكويسة اللي هو بيعملها لنا هنا وفعلا الحاجات الماتيريا بتاعتها كويسة وكل حاجة مناسبة جدا مبادرة حيلة وبصراحة كل حاجة موجودة وبأسعار كويسة جدا فإحنا طبعا بنشكر جدا وزارة التقلية على المبادرة الحلوة اللي هي عملائها هذه وكل صلاة طيبين المبادرة جاية في وقت كويس جدا في دخول شهر رمضان شايف المنتجات متوفرة وكلمات كبيرة والأسعار في متناولة إذي يعني مقارنة بالأسعار اللي موجودة برا تشارك في فعاليات المبادرة 993 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى المحافظات وكيانات صناعية وشركات تجارية متخصصة وشوادر ومنافس بالميدين المختلفة موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسل الوصول إليها من قبل المواطنين لشراء متطلباتهم فضلا عن قيام الوزارة بتوجيه قواف المتنقلة من السيارات المحملة بالسلع المخفض أسعارها بالمحافظات المختلفة موسيقى اهتمامه بالمواطن المصري ومبادرة كلنا واحد اللي بنقدر نحنا ننزل نشتري من الأسواق ونجيب احتياجاتنا خصوصاً نحنا دخلين على أيام مباركة بالصراحة فيه الخفاض في السعر عن اللي هو الأسعار العادية بنسبة 30-40% عن البيئ كميات كبيرة من السلع في السلاسل التجارية تتسم بالجودة العالية وتشير اللافتات عليها إلى نسب التخفضات في إطار المبادرة وهو ما جذب أعداداً كبيراً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من هذه السلع بخاصة تلك التي ترتبط بشهر رمضان المباركة أسعار أقل مما كانت عليه السابق يعني دلوقتي أحسن من أسبوع فيه الأسعار مخفضة حيث أن أنا قدر أشتري كمية أكبر نحن نحن ندخلين كمان على شهر كريم فأكيد بنحتاج حاجات أكثر لحتاجات اليومية زيوت والسكر المكارونات حاجات دي أسعارها بقتقلتك كتير وأحلى كتير إشادة واسعة من المواطنين بهذه المرحلة من المبادرة وبالجهد الذي تبزله القيادة السياسية للتخفيف عنهم وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود لتوفير احتياجات المواطنين من خلال هذه المبادرة التي تؤكد على أهمية الدور الاجتماعي للوزارة أسعار منخفضة وخويسة جدا وأنا طبعا بشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة دي وبشكر وزارة الداخلية وجيت اشتريت حاجات كتير وربنا يخليهم يا رب ويبرك في البلد الجميلة دي كلنا واحد مبادرة تعني الكثير للمواطنين في هذه الظروف الراهنة تلبي احتياجاتهم الأساسية بأقل تكلفة ومنتجات ذات جودة عالية وتأتي من منطلق المسئولية الوطنية تجاه المواطنين والحرص على دعمهم إقبال كبير من المواطنين على السلسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية والتي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين منها والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة عبدالبركات التلفزيون المصري بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الماليزي سيف الدين بن عبدالله موضوعات التعاون الثنائي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وماليزيا وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترق جاء هذا في إطار دولة شكري الأسيوية التي تشمل أيضا سنغفورة وإندونيسيا وفاتستان وبعد اللقاء عقد الوزيران مؤتمر صحفيا لعرض أهم ما تناولته المباحثات الرسمية خلال زياراتي الحالية لماليزيا ضمن جولاتي الأسيوية بحث وزير الخارجية سامح شكري مع الوزير الأول وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين عددا من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا وتناول اللقاء ببحث سبل دفع العلاقات الثنائية قدما نحو أفاق أرحب وذلك في إطار مواصلة العمل على تطوير كافة أوجه العلاقات بين مصر وماليزيا كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير البيئة والمياه الماليزية توان إبراهيم وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وسبل تعزيز تنصيق بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولا إلى المؤتمر خاصة في القضايا ذات الأولوية للبلدين إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص 13.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي أكد بايدن أن واشنطن تنسق مع الحلفاء لتقديم الدعم لكييف مشيرا إلى توفير 293 مليون دولار الأسبوع الماضي كمساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين الولايات المتحدة تقود للإستجابة الإنسانية الدولية مع شركائنا في أوروبا وخارج أوروبا خلال سابع الماضي وفرنا حوالي 293 مليون دولار من مساعدات الإنسانية لشعب أوكرانيا والدول المجاورة خبراءنا على الأرض في بولندا ودول الجوار ورئيس سعادة من هناك للتوم لتقييم الوضع لهذه الأزمة المتفاقمة لتقديم مساعدات الإنسانية بأسرع واقتة لكل من هم بحاجة إليها كما دع رئيس الأوكراني فيولودمير زيلنسكي رئيس الوزراء الكندي جاستان ترودو والنواب الكنديين لمساعدة بلادي وذلك في فرض حظر جوي فوق أوكرانيا مشددا على ضرورة فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا وأشار زيلنسكي في كلمة عبر الفيديو كونفرنس إلى مجلس العموم الكندي أشار إلى أن الحرب الروسية هدفها القضاء على أوكرانيا وإخضاع شعبها يذكر أن زيلنسكي سيتحدث غدا أيضا أمام أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحدة عبر الدوائر التلفزيونية أكد الرئيس الأوكراني فيولودمير زيلنسكي أنه يجب على أوروبا أن تحمي نفسها من خلال مساعدة أوكرانيا على التصدي للهجمات الروسية جاء ذلك في كلمة وجهها زيلنسكي من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة إلى اجتماع لزعماء دول شمال أوروبا ودول البلطيقة وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده تتفهم أنها ليست عضوا في حلف الأطلنطي وبالتالي تقترح طريقة لحماية نفسها بشكل مستقل بشرط الحصول على ضمانات أمنية أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين على قائمة العقوبات أوضحت الخارجية الروسية أن قائمة العقوبات تضم وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن ورئيس أركاني وعدد آخر من المسؤولين وأشرت موسكو إلى أن فرض العقوبات ضد قدر أمريكيين جاء ردا على سلسلة عقوبات أمريكية غير مسبوقة بما فيها تلك التي تحضر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الرئيس البيلا روسي ألكزاندر لوتاشينكو ضمن ما اعتبرته واشنطن عقوبات ضد الدول التي تساعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية لوتاشينكو بالفساد وكذلك فرضت واشنطن عقوبات على زوجة الرئيس البيلا روسي وفق الاتحاد الأوروبي رسميا على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا وتشمل حزمة العقوبات حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجة الصلب وقالت المفوضية الأوروبية إنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري لكريملين ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانس ستولنبرغ إلى عقد قمة استثنائية لزعاماء دول الناتو في الرابع والعشرين من مارس في بروكسل وأضاف ستولتنبرغ أن القمة ستعقد على مستوى رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأوروبي بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وأوضح بيان للناتو أن هذه القمة ستركز على عواقب الهجوم الروسية على أوكرانيا ودعم كياب وتعزيز نظام ردع الناتو والدفاعات أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس جو بايدن سيناقش في قمة حلف الناتو الاستثنائية ملف التصعيد الروسي وقالت ساكي أن مشاركة بايدن في قمة بروكسل تهدف مناقشة جهود الردع والدفاع المستمرة ردا على هجوم روسيا على أوكرانيا مؤكدة أن الرئيس بايدن لا يزال يؤمن بالحلول الدبلوماسية وتأتي هذه الرحلة في أعقاب زيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى كولندا ورومانيا الأسبوع الماضي لمناقشة أزمة اللاجئين في أوروبا الشرقية والتأكيد على دعم إدارة بايدن لحلفاء الناتو أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانسي ستولتنبيرد أن الحلفاء وفروا معدات عسكرية ومددات ومسيرات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة العملية العسكرية الروسية كما وصف أمين عام الناتو خلال مؤتمر صحفي وصف تصريحات موسكو بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا بالأكاذيب ومن ناحية أخرى شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن الحلف بحاجة لزيادة الاستثمار في قدرات دفاعية داعينا الدول الأعضاء لزيادة الميزانية الدفاعية لـ 2% من الناتق القومي قمنا بزيادة تواجدنا في تلك الأجزاء من حلف الناتو ورفعنا جهزية القوات وعززنا من قدرتنا إذن الهجوم على أحد أعضاء حلف الناتو سيكون هناك رد عليهم من كافة دول حلف الناتو إن أعضاء حلف الناتو قد دعموا أوكرانيا على بدار سنوات عديدة خاصة منذ أن غزت روسيا للمرة الأولى عام 2014 ودول حلف الناتو مثل مملكة المتحدة والمملكة المتحدة والمتحدة الأمريكية وكندا أيضا ساعدوا في تدريب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة ومختلف القوات الأوكرانية والآن هم يقاتلون بكل شجاعة أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مواريسكي وصولها إلى العاصمة الأوكرانية كيف لجانب نظرائه من جمهورية الشيك وسلوفينيا ودعا رئيس وزراء بولندا عبر صفحته على فيسبوك إلى وقف المأساة التي تحدث في أوكرانيا بأسرع ما يمكن ونشر عبر صفحته صورا له ولنائبه ورئيسي وزراء الشيك وسلوفينيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها الكاملة على كامل أراضي مقطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إدار كوناشيناف إن القوات الروسية استولت أيضا على نقطة حصينة شمال العاصمة ييف وأضاف أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين ومروحية وثلاث عشرة طائرة مسيرة فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية بالإضافة إلى العثور على عشر أنظمة صواريخ جابلين المضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة غربية الصورة وغيرها من الكنترول على كل تريطوري جرسون جنوبي مازلنا في الملف الروسي الأوكراني حيث أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كيف فيتالي كلاتشكو فرض حظرة جوال في المدينة لمدة 35 ساعة اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح الخميس وشدد كليتشكو على دعم التنقل عدم التنقل في أنحاء كييف أو الخروض من المنازل باستثناء الذهاب إلى الملائب وشهدت كييف صباح اليوم عدة انفجرات في مناطق مختلفة من جراء القصف الروسي المتواصل كما دوت سفرات الإنذار في قلب العاصمة واستهدفت قصف الروسي مدينة خاركيف أسفر قصف طال أحياء سكنية في كييف عن مقتل شخصين على الأقل وفق ما أعلنته أجهزة الطوارئ الأوكرانية وذكر بهذه الطوارئ الأوكرانية أن جثتين انتشوليتا من تحت أنقاض مبنى متوى من 16 طابقا في أحد الأحياء مضيفا أنه تم إنقاذ 27 شخصا في نفس الموقع وتعرض مبنى سكني آخر في منطقة أخرى إلى هجوم وتصاعدت حدة المعارك في الأيام الأخيرة في محيط كييف فأصبحت محاصرة بالكامل من قبل أقوات الروسية التي بدأت العملية العسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير وهذه صور حية ومباشرة مشاهدي الكرام على شاشة التلفزيون المصري من العاصمة الأوكرانية كييف حيث تشهد هدوءا نسبيا وبعض الشيء في هذه اللحظات والتي يحبس العالم أنفاسه متابعا لهذه الأحداث للأزمة الأوكرانية الروسية والتي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم العشرين على التوالي منذ بدايتها في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي في الوقت ذاته ما زالت لقاءات التفاوض بين الجانبين مستمرة دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهديئة وطيرة العمليات العسكرية أو حتى لتأمين فتح ممرات آمنة لمغادرة الأوكرانيين عشرون يوما على بدء المعارك فوق الأراضي الأوكرانية ولا يزال دوي القصف أعلى من صوت العقل عشرون يوما من المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية ولا تزال أرض المعركة صاحبة الكلمة العليا وسط محاولات خجولة داخل الأرواقة الدبلوماسية لوقف القتال وحماية المدنيين مجلس الأمن الدولي شهد أمس جلسة جديدة لبحث تطورات الأزمة بمشاركة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية لم يتوصل المشاركون في الجلسة إلى جديد فقد تبادل الجميع الاتهامات فقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن حرب معلومات واسعة النطاق تشن على بلاده مجددا في الوقت نفسه تجزئة مسألة الأمن في أي محادثات مقبلة مع الغرب تصريحات رد عليها رئيس منظمة الأمن والتعاون بالقول إن دول شمال الأطلنطية لا تشكل تهديدا لروسيا فيما اتهم مندوب أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في بلاده أما على صعيد التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني فلا تزال الجولات تعقد تباعا حتى وصلت إلى أربع جولات حتى الآن دون تحقيق اختراق ملموس سواء على صعيد تهدئة وطيرة العمليات العسكرية أو حتى تأمين فتح ممرات آمنة لمغادرة الأوكرانيين وفيما قال رئيس الوفد الروسي المفاوض إن بلاده ستواصل المحادثات مع أوكرانيا يوميا عبر الفيديو قال مستشار في وزارة الدفاع الأوكرانية إن هناك مؤشرا على تقدم في الحوار مع الجانب الروسي معربا عن مخاوف حقيقية لدى حكومة كييف من استخدام موسكو للسلاح الكيموية وعلى صعيد الرسائل المتبادلة بين روسيا والغرب قال المتحدث باسم الكريملين إن أمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ليست قيد البحث في الوقت الراهن فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتمسك بالعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين نفت وزارة الدفاع الأمريكية وجود قوات أمريكية في قاعدة تيافوريفا التي تعرضت لقصف روسي وقال المتحدث باسم البنتاجون جين كاربي قال إن القوات الروسية استهدفت القاعدة الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى وأشار كاربي إلى أن التعثر القوات الروسية في أوكرانيا يعود بشكل أساسي إلى المقاومة والعقبات اللوجستية التي واجهتهم شددا على أن الأجواء الأوكرانية متنازع عليها وأن الدفاعات القوية الأوكرانية تعمل بفعالية كبيرة بالتعثر من الممتحدث الذي يتم فيها وليس من فقط من الممتحدث ممتحدث بالمتحدث للمساكل ايضاك أيتم صفحكم مقارن المتحدث ممتحدث التعليم مساكل التعليم التعليم الحديث قلقوا البركات لكتعليم بح Firstly بتعليم اشتركوا في القناة لشؤون الموطنة مارلين شيابا استقبل فرنسا ل 15 الف لاجة اوكرانية حتى الان منذ بدء العملية الروسية الاوكرانية واوضحت شيابا انه تم وضع نظام حماية اوروبية مؤقت سيتم تطبيقه الاول مرة لللاديين الاوكرانيين يسمح لهم بالعودة رغب في ذلك وكانت شيابا قد اعلنت في وقت سابق وصول اللاديين الفردين من اوكرانيا الى اوروبا الغربية مشيرة الى انه تم انشاء موقع على شبكة الانترنت للشعب الفرنسي للتطوع لاستضافة العائلات الاوكرانية اعلنت وكالة حرص الحدود البولنتية ان نحو مليون وثمانمائة وثلاثين الف اوكراني دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية وافادت الوكالة بان امس الاثنين شهد دخول واحد وسبعين الفا وستمائة لاجئ الى البلاد واشار راديو بولندا الى ان معظم من عبروا الحدود من اوكرانيا هم مواطنون اوكرانيون كما يوجد بين اللاجئين مواطنون ينتمون للدول من قارتي اسيا وافريقيا اعلنت اليابان السمح للنزحين الاوكرانيين بالعمل في البلاد وذلك في اطار استجابتها للازمة الانسانية واوضح وزير العدل الياباني ان السلطات ستسمح للاشخاص الذين تم اجلاؤهم وحصلوا على اقامة قصيرة الاجل بتمديد تأشيراتهم لمدة عام واحد مضيفا ان هذا التعديل من شأنه ان يمنحهم الاقامة والحق القانوني في العمل مستمرين مع حضراتكم في تقديم نشرة تساعة من التلفزيون المصري وتتابعون فيها استراليا ترفع الحضر عن السفن السياحية في ابريل بعد عامين من القيود موسيقى 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 قرارت استراليا رفع الحضر عن السفن السياحية بعد مرور عامين من فرض القيود لمواجهة فيروس كورونا وذكرت مصادر صحفية ان السابع عشر من ابريل سيكون موعدا لعودة الرحلات البحرية والتعايش مع الفيروس بعد ان وصلت مستويات التحصين لاعلى مستوياتها بالبلاد مما ينعكس ايجابيا على اقتصاد وسياحة البلاد يذكر ان ثمانية عشر الف عامل في قطاع الرحلة البحرية خسروا وظائفهم اثناء الحضر وبلغت الخسائر نحو خمسة مليارات دولار اعلنت الصين تسديل خمسة الاف ومائتين وثمانين اصابة جديدة بفيروس كورونا في اعلى حصيرة يومية منذ بدء تفشي الوباء وبما يفوق ضعف الاصابات عن اليوم السابق كانت مقاطعة جيلن الشمالية الشرقية هي الاكثر تضررا ووصلت الاصابات الى اكثر من ثلاثة الاف وفق لجنة الصحة الوطنية وقد اغلقت السلطات ما لا يقل عن احدى عشرة مدينة في جميع انحاء البلاد وذلك بسبب موجة التفشي الاخيرة بما في ذلك مدينة شانجن معقل التكنولوجيا والتي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة بحثت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب راشا راغب مع المديرة التنفيذي للأكاديمية السلطنية للإدارة بسلطة عمان دكتور علي بن قاسم اللواتي سبل التعاون المشترك بين المؤسستين والاطلاع على التجربة الفريدة للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال اللقاء أعرب المدير التنفيذي للأكاديمية السلطنية عن إعجابه بتمكين خريجي الأكاديمية الوطنية لتدريب بمختلف المناصب القيادية بالدولة وبدلالتها على نجاح باهر وفريد لتجربة نصر وإيمان الإرادة السياسية بقدرات الشباب ويعد الدكتور اللواتي من أهم خمسين مفكرا في مجال الإدارة العامة والابتكار في العمل الحكومي في العالم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وإطلاق رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجا بزعم الحصول على منح مالية موضحا أن الرابط المتداول مزيف وأن تلك المنح وهمية ولا علاقة لها للوزارة بذلك مشيرا إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدم للأسر والفئات الأولى بالرعاية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وشدد المركز على نجاح الدولة في دعم العديد من الأسر الأكثر احتياجا من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئات وأبرزها برنامج الدعم النقدي تكافل وقرامة والذي وصل عدد مستحقي إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف أسرى بإجمالي أربعة عشر مليون واطن وبتكلفة تصل إلى عشرين مليار جنيه سنويا افتتح وزير الزراعة السيد القصير أحدث خط لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيترية بالعباسية وتفقد الوزير أقسام المعهد بالكامل حيث يتكون من أربعة عشر قسماً إنتاجياً للقاحات حيوانات المزارع واللقاحات الخاصة بالدواجن وبعض اللقاحات البكترية ينتج المعهد أربعة وسبعين نوعاً من اللقاحات تمثل حائط الصد الأول ضد الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة بالمصر نحن ننتج حوالي 72 لقاح سواء لحيوانات المزارع أو للدواجن كل هذا الهدف تدعيم صناعة اللقاحات في مصر وتأصيلها باعتبارها توطين هذه الصناعة أيضاً في ظل توجهات القدر السلسية أن نهتم بيء الثروة الداجنة والثروة الحيوانية وبالتالي كان لابد أن نتوسع في إنتاج اللقاحات وزي ما حضرتك شفته هذا الخط بيرفع نسبة كبيرة من الإنتاجية بيوصلنا إلى نسبة اكتفاء ذاتي برضو كبيرة نتجاوز حوالي 25 إلى 30% شهدت محافظة بانيسويف احتفالية كبرى بمنطقة الكورنيش بالتعاون مع دار الأوبرا احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة هذا وقد شملت تلك الاحتفالية عروضاً فنية ووطنية تشارك فيها كل القطاعات الخدمية والشبابية افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظة بانيسويف محمد هاني غنيم الكورنيش السفلي والممشى السياحي بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك على هامش احتفال المحافظة بعيدها القومية واكد شعراوي حرص الدولة على توفير متنفس حضري لجميع المعطنين بمختلف طبقاتهم في المحافظات تنفيذاً لتوجهة الرئيس السيسي بتطوير الوليهات النيلية على امتداد نهر النيل على غرار مشروع ممشى أهل مصر ومن جانبه أكد محافظ بانيسويف محمد غنيم على أنه تم تصميم وإنشاء نصب تذكري جديد لشهداء الوطن وفق تراز معمري مهندسي مميز يليق بتضحيات ومكانة شهداء مصر الأبرار مشروع كبير جداً في كورنيش شايف مساحة العرضية كفيلة أنها ممكن تأدي مشروعات صغيرة وتشجع الشباب واسمعت من سيادته برضو أنه في حالياً دولاتي الغد دولاتي في عشر أكشاك للشباب بتعملت وستعامل برقورعة بالعدل بين الناس وبعضها حسب المتقدمين ونوعية الخدمة التي أدى نحن نتكلم دولاتي أنه إن شاء الله فيه شركة تأدي السيانة وخدمة بصفة عامة أنا شايف ده متنفس رائع وجيد جداً لأهل بانيسويف تمينا أنه نعمل الممشى السياحي أنه نعرف ولادنا الصغيرين بالقامات الكبيرة اللي من محافظة بانيسويف عملنا ممشى العظماء في نسخته الأولى وأطلقنا عشرين شخصية من ولاد المحافظة تقدر حضرتك أنك تعرف وتعرف ولادك الشخصيات التي تولدت في بانيسويف ولي كان لها تأثير كبير في الدولة المصرية من وزراء وفنانين وكتاب وغيره تشهد عدد من محافظات الجمهورية افتتاح معرض أهلاً رمضان وذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك استعداداً لحلول شهر رمضان الكريم تشهد محافظات الجمهورية افتتاح معرض أهلاً رمضان وذلك لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين عايزة نسبة للناس كلها ولكل أهلنا في كل مكان إن حاجة رمضان وسائل استراتيجية كلها متوفرة كل الأسعار في متناول الجميع احنا تبقى لتكلفات الحكومة بالتنسيخ مع دولة رئيس مجلس الوزراء معاني وزير التنمية المحلية ومعاني وزير التموين وكل أخواتنا في الحكومة وكل أخواتنا في محافظة الأسر احنا عاملين عروض من 20 إلى 30% تخفيض توجهات سيادة الرئيس لدولة رئيس الوزراء وبالتالي للوزراء والمحافظين وضمنا في دورنا بنشاء المعرض ده وجبنا أكبر عارضين كمستوردين للسلع الغذائية بالذات اللي ركزنا عليها من لحوم ودواجن ويشهد معرض أهلا رمضان مشاركة كبرى شركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية لطرح المنتجات بأسعار مخفضة جميع السلع متوفرة بأسعارتها نفسية وممكن بعض السلع أقل من سعر الجملة معالي المحافظ ممكن أسنع على جميع السلع اللي موجودة المعارض فيه تسع معارضة يتفتحوا النهاردة وبكرة بإذن الله على جميع عن حال المحافظ بخلاف طبعا السلاسل التجارية اللي موجود فيها أجنحة لمعارض أهل الرمضان بالتوجهات ان احنا نبدأ معارض أهل رمضان اعتبر من 15 مارس اليوم فعلا 15 مارس بنبدأ افتتاح معارض أهل رمضان في أقصب من المكان كهنا نرى الموجودة فيه حاليا ده ده السوق اللوجستي التابع المحافظة والقائم بجوار السوق نيبيا كما يشهد المعارض مشاركة 53 شركة عارضة بمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والكهربائية والمفروشات بما يفي بكافة متطلبات الأسرة المصرية وخاصة كون السلع أقل في السعر من مثيلاتها بالسوق بنعمل حملات تنموينية على السلاث الغذائية للتأكد من توفر جميع المواد اللي ان شاء الله المواطنين وأهلين سيستهلكوها في شهر رمضان متوفرة بكميات مناسبة والأسعار بتاعاتها أسعار مناسبة وتقريبا ما فيش غلاء بشكل مباشر يمكن الأسعار كلها فيها كمان تخفضات وزي ما حالك شايف الكميات موجودة وبوفرة كمان ويأتي المعرض بالتزامن مع الحملات المكثفة يوميا للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها ومراقبة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين انطلقت أعمال مهرجان الزيتون المصري الأول بمحافظة مطروح بحضور محافظ مطروح خالد شعيب وعدد من المسؤولين بالإضافة إلى عدد من الهيئات والشركات المنتجة ومزارعي الزيتون ورحب محافظ مطروح بضيوف مهرجان الزيتون في دورته الأولى بالتعاون بين جامعة مطروح وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التجارة كذلك وزارة الزراعة والقطع الخاص والمزارعين ودميع الجهات العلمية والبحثية ذات الصلة ومزارعي الزيتون كان نهضى المهرجان الأول تجهيعا لمنتجي ومزارعي الزيتون ومنتجاته يمكن نهارده طبعا سعيد جدا بالشفة نهضى في المهرجان وسعيد نهضى أكتر به أن نحن عملنا موسابعات لأحسن مزرعة وأحسن أبوة وأحسن تغليف وأحسن مصنع وأحسن مزارع فطبعا دي كلها حاجات كويسة جدا بتدخل ضوح من التنافس وطبعا نحن عارفين محافظ مطروح بالتالي اشتهد طبعا بالزيتون والنخيل وبالتين فطبعا الزيتون بالنسبة لنا ده يعني يمكن نحن عندنا على محافظ مطروح ما يزيد عن تعمل 30 ألف فدان مزعين بهذه الشركة المبارقة فتمانيات إن شاء الله لهذا المؤتمر وإن شاء الله في مؤتمر القادمة يكون مؤتمر دولي بإذن الله تعالى النهاردة بنحتفل بي المهرجان الأول لتسويق الزيتون احنا بنتكلم على منتج هو يعني منتج مميز لإقليم مطروح سواء ثمرة الزيتون أو الزيت أو الزيت اللي هنا عالي الجودة الحقيقة ده ده من مشروع ممول من الأكاديمية أكاديمية البحث العلمي مبارح حضراتكم شفتوا باكورة الإنتاج بتاعه وهو وجود معصرة إيطالية موجودة على أرض كلية الزراعة الصحراوية ده نتاج المشروع الحقيقة كل المشروعات الطبيقية اللي احنا بناخدها في جامعة مطروح بيبقى الهدف منها خدمة المجتمع وده الضلع الثالث اللي الجامعة بتشتغل عليه بالإضافة إلى البحث العلمي والتعليم سواء كان الجامعي أو التعليم فيه على مستوى الدراسات العلم النهاردة احنا افتتحنا المهرجان الأول للزيتون في محافظة مطروح والحقيقة اللي هو كان فكرة هيلة جدا كانوا أحد تطبيقات أو الفعليات لمشروع إنتاج الزيتون الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ده الحقيقة المشروع ده اتمول في نداء علماء مصر اثنين اللي أطلقته الأكاديمية من عامين وكان هذا المهرجان من ضمن أهدافه والحقيقة الهدف الكبير برضو أنه هو تأسيس معصارة للزيتون بتخدم عدد من الكرة في محافظة مطروح بيهزة مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى محطاتنا الأولى في جولة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع دينا شرف شكرا لك إلهام شكرا لك مصطفى والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاتثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والدعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة ونصت القرارات على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاتثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم والرياضة ألقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كلمة في افتتاح معرض ومنتدى اكسبورت سمارت والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ميانا من الحكومة المصرية بأن النمو الاقتصادي الشامل لن يتحقق دون تقديم الدعم الكامل الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحرص وزارة التعاون الدولي من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإلمائية الميسرة لدعم هذا القطاع الهام حيث وصل حجم التمويلات التنموية الجارية التي تمت إتاحتها إلى نحو 940 مليون دولار سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي أكدت وزيرة التجارة والصناعة لفينجاما حرص الوزارة على التنصيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية والتحقيق من استهدفات الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا جاء ذلك في السياق كلمة الوزيرة التي ألقط خلال مشاركتها بفعالية ندوة الصناعة والتصدير ثنائية النمو والتنمية والتي نظمتها الجماعة المصرية اللبنانية للرجال الأعمال وأشرت الوزيرة إلى جهود الحكومة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة كورونا أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية هالا السعيد أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة لبيئة الأعمال تمثل أحد المقاومات الداعمة لسلاسل القيمة الإقليمية والتي تعزز الوضع التنافسي لدول إفريقية والعربية جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في مائدة مستديرة بعنوان دور السلاسل القيمة الإقليمية وأهميتها في تعزيز التجارة وتضفقات الإستثمار بين الدول العربية والإفريقية والتي أقيمت عليها مش الاجتماع الثالث للمجلس الحوكما برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية والذي تتولى مصر رئاسته لمدة عامة أكد وزير الزراعة السيد القصير أن هناك تعاونا كبيرا مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية حيث تقوم الدولة الحاليا بتنفيذ مشروعات زراعية كبرى جاء ذلك خلال حضور وزير الزراعة الحفل الختامي لانتهاء دورات التدريبية لمركز الأقصر التنصيقي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمية وقام وزير الزراعة بتسليم شهادات التدريب لإثنتين وثلاثين مبعوثا من إحدى عشر دولة إفريقية بالإضافة إلى الهند وأرمينيا وسريلانكا تباينت أذاء مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات حيث ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيا فيما تراجع مؤشر EGX70 و EGX100 وارتفع رأس المال السوقي بنحوة 503 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 678 مليار و416 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 300% ليغلق عند مستوى 10423 لقطة في المقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة وعهبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 2747 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار عملات أمام الجنيه النصرية ليسجل الدر الأمريكي 15 جنيه و66 قرشا للشراء و15 جنيه و75 قرشا للبيع وسجل اليورو 17 جنيه و21 قرشا للشراء و17 جنيه و32 قرشا للبيع في حين وصل السليني إلى 20 جنيه و45 قرشا للشراء و20 جنيه و58 قرشا للبيع وبالنسبة العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيه و26 قرشا للشراء و4 جنيه و29 قرشا للبيع وأخيرا سجل الريال أسعودي 4 جنيه و17 قرشا للشراء و4 جنيه و20 قرشا للبيع وفي أسواق المعادل النفيسة وصل الذهب العالمي انخفاضه مسجلا 1928 دولارا للأوقية وعلى الصعيد المحلي سجل عيار 18 نحو 757 جنيه للجرام وسجل عيار الذهب بعيار 21 نحو 883 جنيه للجرام في حين سجل عيار 24 نحو 1800 جنيهات ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7046 جنيها هاوت أسعار النفط أكثر من 6% لأدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ليصل مزيج برينت إلى 99 دولارا و91 سنة للبرميل في حين وصلت عقود خام القياس الأمريكي إلى 96 دولارا و44 سنة للبرميل يأتي هذا في حين تقوم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك بتقييم أثار الأزمة الأوكرانية على الطلب العالمي على النفط هذا العام في أجواء مضطربة وغير مسبوقة وفي تقرير شهري تمسكت أوبيك برأيها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام ورفع توقعتها للطلب العالمي على خاماتها أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع مدعوما ببيانات اقتصادية قوية من الصين حد من مكاسب الحذر قبل الرفع المتوقع للفائدة الأمريكية وهو الأول منذ ثلاث سنوات والمتوقع في وقت اللاحق هذا الشهر وعتروح أداء السوق بين مكاسب ضئيلة وخسائر في وقت سابق من جلسة اليوم في حين يزن المستثمرون المخاطر ومنها تشديد كبير للسياسة النقدية الأمريكية إلى جانب الانتشار السريع لفيروس كورونا في الصين والأزمة الأوكرانية وكما ارتفع مؤشر نيكي عند الأغلاق بنسبة 15% وارتفع مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 79% ختم أخبار المال والأعمال وعودة مرة أخرى إلى إلهام ومصطفى إليكم شكرا لك دينا على هذا الأرض أضاءت وزارة الخارجية مبنائها بالرقم 100 وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى مئوية وزارة الخارجية ويوم الدبلوماسي ويعد الخامس عشر من شهر مارس من عام 1922 مناسبة عزيزة في تاريخ مصر ونفوس المصريين في مثل هذا اليوم من كل عام تحتفل مصر بيوم صدور إعلان استقلالها وتمكنها من إعادة وزارة الخارجية بعد أن توقفت عن العمل إثر إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914 وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى المحطة والجولة الثانية في نشرة تسعة جولة ومجموعة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا مرة ثانية إلى دينا شرف شكرا لك إلهام شكرا لك مصطفى والآن نمعدنا مع أخبار رياضة محليا وعالميا فازل دولي المصري واللاعب ليفر بول محمد صلاح بجائزة لاعب شهر فبراير بالدور الإنجليزي بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة على اللاعبين المحترفين واخذ صلاح أربع مباريات في الدور الإنجليزي خلال شهر فبراير الماضي حيث سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفا يصدف يوفينتس الإيطالي غدا فريق فياريال الإسباني في إياب دورة 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وفي مباراة أخرى بالدور ذاتي هي حل تشيلسي الإنجليزي ضيفا على ليلة الفرنسية قالت محكمة التحكيم الرياضية أنها أيدت الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مشاركة الفرق الروسية في بطولاته بينما تدرس المحكمة القضية ويسر القرار على بطولات اليويبا بينما ما زالت روسيا تتطلع إلى إلغاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم مما يسمح لها بالمشاركة في مباريات ملحق تصفيات كأس العالم المقررة في نهاية الشهر الحالي طلب نادي تشيلسي إقامت مباراته ضد مضيفه ميد لذبا في كأس الاتحاد الإنجليزي دون حضور جماهيري لعدم قدرة النادي اللندني على بيع حصتهم في النتزاكر وفي ظل العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان إبراموفيتش ونشر تشيلسي بيانا على في عدم قدرته على بيع التذاكر الخاص به لمباراته ضد ميدلز برا السبت المقبل وذلك لا عدم إجراء التعديلات اللازمة على الترخيص الحكومي وأيضا كانت الحكومة البريطانية قد أصدرت قرارا قبل أيام بتجميد أملاك إبراموفيتش في بريطانيا ومن بينها نادي تشيلسي وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية أعاد الدنماركي لعب برينتفورد الإنجليزي كريستان إيريكسن إلى قائمة منتخب بلادهن المرة الأولى منذ بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 وعلى المدير الفني المنتخب الدنماركي قائمة لمواجهتي هولندا وسربيا الوديتين خلال فترة التوقف المقبلة بنهاية مارس الجاري حيث شهدت القائمة عودت إيريكسن للمرة الأولى منذ ثقوته وخشيا عليه خلال مواجهة الدنمارك أمام فنلندا بافتتاحية مباريات منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 في يونيو الماضي ختم أخبار رياضة عودة مرة أخرى إلى إلهام ومصطفى إليكم شكرا دينا على هذا العرض احتفل بورد إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية باريس بارتفاعه 6 أمتار جديدة ليصبح ارتفاعه 330 مترا منذ إنشائه عام 1889 في إنجاز جديد للمعلم السياحي العالمي وقامت طائرة هليكوبتر بتركيب هوائي بطول 6 أمتار في الجزء العلوي من البرج مخصص للبث الرقمي وافتتح بورد إيفل رسميا في 6 مايو عام 1889 وأصبح رمزا لمدينة فاريس وشعارا لها وبنى البرج المعمري الفرنسي جوستاف إيفل والذي حمل عنه اسمه وذلك عبر عمل استمر لمدة 26 شهر والآن مشاهدينا متابعة لأخبار الأحوال الجوية درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة غدا بإذن الله تستعرضها لنا من جديد في جولة ثالثة دينا إليك دينا شكرا لك مصفة شكرا لك إلهام والآن معودنا مع أخبار الطقس يتوقع خبر أهيط الأرصاد الجوي أن يسود غدا الأربعاء تقس مائل البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد بارد على سواح الشمالية مائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات ونبدأها من القاهرة والعظمة 17 وصغرى 9 الإسكندرية 16-10 مطروح 16-9 بورسايد 16-10 الإسماعيلية 17-8 السويس 17-9 العريش 15-7 طابة 18-13 شرم الشيخ 21-11 الغردقة 21-12 الأقصر 21-9 أسوان 22-10 الوادي الجديد 21-8 شلاتين 22-13 وأخيرا حلايب 23-14 والآن نسترد معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية موسيقى 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 والآن نترككم أبرز لقطة في اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر